موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في هذا البرنامج الشهري بإذن الله لقاء ائتلاف شباب الرحمة ومع لقائنا الأول نبدأ بحمد الله الحمد لله سبحانه مالك الملك والملكوت المتفرد بالعزة والجبروت الرافع للسماء بغير عماد والمقدر فيها أرزاق العباد الذي صرف ذو القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي علمنا كما جاء في الطبراني في الكبير وروا الحديث بن ماجة قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له نبدأ أيها الأحبة أول هذا اللقاء بقولنا بالشرق أو بالغربي لست بمقتدي أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي أحبائنا الكرام لقاؤنا الأول نحاول جاهدين من خلال هذا اللقاء واللقاءات الأخرى أن نرفع الغمة عن الأمة ونتحدث في القضايا المهمة نرحب بدعاتنا وعلمائنا لقد جمعنا لكم الزهور وجمعنا لكم الورود من الرحمة نبدأ بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري مرحبا بكم أسعدك الله وبرك فيك وشيخنا الحبيب دكتور غريب أسعدك الله وبرك فيك أهلا بك شخي وشيخنا الحبيب الشيخ علاء سعيد ربنا يحفظك ويبارك فيك أهلا وسهلا الشيخ أمين ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك شيخنا الحبيب الشيخ أحمد جلال بارك الله في عمرك الله يبارك فيك ربك زيكم الله الشيخ أمين الصاوي مرحبا بكم الله يبارك فيك ودكتور محمد علي بارك الله فيك ونورت اللقاء بإذن الله أيها الأحبة الكرام في كل مكان نبدأ حديثنا بإذن الله مع شيخنا المبارك الشيخ أمين الأنصاري نستهل هذا الحديث برسائل مهمة للأمة رسائل مهمة نريد من خلالها أن نرفع الغمة عن هذه الأمة وإن شاء الله نحسن الظن في الله ونبدأ اللقاء مع شيخنا المبارك الشيخ أمين الأنصاري وهيكون إن شاء الله بإذن الله حسن الظن والثقة في الله ما رأيك شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الأنفس لهم من سيئات عملنا إنه ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وضع الحقيقة إحنا نتكلم عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حسن الظن ما هيش يعني كلمة عابرة أو طبعا حضراتكم عارفين ومتو كلكم إخواني وحبيبي بل وجراني في سكني إن حسن الظن يولد الألفة والمحبة ده بين الناس لكن ده إحنا هنأخره شوية الأمر الأعظم من كده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله عز وجل بينقسم لجزء عقدي إيماني وجزء جزائي بمعنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ده إيمان وعقيدة وما ينفعش المسلم أبدا يتخلى عنه بحسن الظن بالله تحل العقد وبحسن الظن بالله تزول الهموم وبحسن الظن بالله يقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى منها قول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به فليظن بي ما شاء وفي رواية أخرى فإن كان خيرا فله اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا